بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طالبات وطلاب الصف الثاني الثانوي وحقق الله مناكم بإذن الله سوف نتعرف اليوم على درس بين دروس الهندسة في المسار الثاني الثانوي اللي هو التوصيل على التوازي ومثال على استخدام قانون أوم طبعا التوصيل على التوازي وهو فرق بينه وبين التوصيل في الدرس السابق احسنتم توصيل على التوالي عندنا السؤال يقول لك ما هي طريقة توصيل المصابيح والأجهزة الكهربائية في المنزل ولماذا عرفنا اللي هو طريقة التوصيل على التوالي واليوم قلنا في الطريقة الأخرى اللي هي طريقة التوصيل على أيها التوازي المصابيح والأجهزة الكهربائية في المنزل نلاحظ أنها توصل مثل ما احنا شايفين هنا نلاحظ أنها توصل بشكل أي وليس على التوالي ولكنها على ماذا أحسنتم على التوازي لماذا راح نتعرف على خصائص الربط على التوازي بإذن الله في درسنا لهذا اليوم ونتعرف على سبب طريق اللي هو ربط الأجهزة والمصابيح في المنازل على التوازي الوحدة الثانية الهندسة الكهربائية نذكر مع بعض أجزائها اللي هو الجزء الأول الدائرة الكهربائية تضم ماذا أي وأساسيات الكهرباء وأيضا ضمت المكونات الأساسية للدائرة الكهربائية أيضا تعرفنا على توصيل الدائرة الكهربائية للتوصيل على التوالي اليوم نتعرف على التوصيل على التوازي ومثال على استخدام قانون أوم نبدأ بحل المهم الأدائية اللي أخذناها في الدرس السابق عندنا سؤال من الكتاب حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي عندنا الجملة رقم خمسة كانت مهمة دائية يطبق القانون RT يساوي R1 زائد R2 زائد R3 إلى Rn على حسب عدد المقاومات على المقاومات المتصلة على التوالي هل هذا القانون صحيح؟ بارك الله فيكم إذن إجابة صحيحة إذن كان على التوالي ففعلا نقوم بعملية ماذا؟ أيوة الجمع عندنا سؤال من الدرس السابق نتذكر مع بعض تعرفنا على أنه يجب مراعاة فروق الجهود عند توصيل أي جهاز بمصدر للطاقة الكهربائية يجب أن يكون جهد الجهاز مناسب لجهد مصدر الطاقة الكهربائية علل ما السبب؟ أيوة إذا كان جهد الجهاز أو وصلنا جهد المصدر أكبر من جهد الجهاز ما الذي سوف يؤدي؟ أحسنتم إلى تلف هذا الجهاز وإذا كان أقل بارك الله فيكم سيكون لا يعمل بالشكل الصحيح إذن لأنه عند توصيل جهاز بمصدر طاقة كهربائية جهده أعلى أيوة سوف يؤدي إلى ماذا؟ تلف هذا الجهاز وإذا كان أقل بارك الله فيكم لن يعمل بالشكل الصحيح آد التقييم للعبارة التالية من حيث صحة المعلومة علميا من خلال ما درسناه في الدرس السابق توجد لجميع مكونات الدوائر الكهربائية بعض المقاومة للتيار جميع مكونات الدائرة هل يوجد لها مقاومة للتيار؟ أحسنتم بارك الله فيكم نعم يوجد لها مقاومة للتيار الكهربائي إذن ستكون عبارة صحيحة أخذنا العوامل المؤثر على المقاومة في الدرس السابق تزداد المقاومة لسلك موصل متى؟ عنده زيادة طول نقصان الطول زيادة مساحة المقطع نقصان درجة حرارته أيوة تزداد المقاومة بارك الله فيكم بزيادة الطول إذن فقره ألف طيب يزداد التيار المار في سلك موصل عنده التيار علاقته مع المقاومة؟ بارك الله فيكم علاقة عكسية إذا زادت المقاومة أحسنتم قلة تيار الكهربائي إذن هنا متى يزداد التيار يجب أن تقل المقاومة؟ أي فقرة فيها نقصان للمقاومة؟ زيادة طول الموصل أو نقصان مساحة مقطعه؟ أم زيادة مساحة المقطع أم زيادة درجة حرارته؟ بارك الله فيكم زيادة مساحة المقطع هي التي تؤدي إلى نقصان المقاومة وبالتالي زيادة التيار الكهربائي إذن فقره جين أيضا تعرفنا على تطبيقات مهمة للدائرة التوالي كيف نحسب المقاومة المكافئة؟ بارك الله فيكم إذن نقوم بعملية أحسنتم جمع هذه المقاومات طاحي طيني 30.60.90 طيب كيف حسبنا التيار المار عبر الدائرة؟ من خلال تطبيق إيقانون آي ماذا يساوي؟ بارك الله فيكم V على R هل ناخد R 30 أو 60 أو ناخد؟ بارك الله فيكم المقاومة المكافئة لأني أريد حساب ماذا؟ حساب التيار الكلي إذن رح ناخد المقاومة الكلية لها وبالتالي نقسم 9 على المقاومة هنا الكلية 90 أحسنتم إذن 9 على 90 كيلو أوم طبعا بعدما نحول الكيلو نضرب في 10 أو 3 بيطلع لي الجواب 1 من 10 ميلي أمبير طيب فرق الجهد عند طرف كل مقاومة للدائرة الموضحة كيف نحسب فرق الجهد للمقاومة R 1؟ ما هو قانون فرق الجهد؟ بارك الله فيكم نضرب التيار في هذه المقاومة التيار طبعا أوجدناه بارك الله فيكم ثم سوف نقوم بماذا؟ قيمة التيار التي أوجدناها أيوة سوف نضربها في قيمة المقاومة اللي هي طبعا 30 كيلو أوم نضربها في كم كيلو؟ أحسنتم 10 أو 3 إذن عندنا الجواب رح يعطيني أيوة 3 فولت والتيار هو نفسه إذن نفس الخطوات المقاومة بارك الله فيكم مقاومة 60 وطلع لنا الجواب أيوة 6 فولت ندخل على هدافنا الدرسي لهذا اليوم سوف نتعرف على طريقة التوصيل على ماذا؟ على التوازي سوف نفرق بين العقدة والدائرة في الدوائر الكهربائية سوف نتعرف على قانون أوم ثم نطبق مثال على قانون أوم نبدأ بالتوصيل على التوازي من خلال الشكل هذه الدائرة يضح أنها ليست دائرة توالي طيب ماذا نلاحظ على ترتيب الأجهزة؟ أيوة أنها رتبت بشكل أيوة متوازي التيار الكهربائي عندما يخرج من مصدر الطاقة طبعا هذا تجاه التيار الاعتيادي الاصطلاحي مر بالمفتاح ماذا حدث له في هذه النقطة؟ بارك الله فيكم انقسم وتفرع إذن إلى الجزء الأول أيوة إلى الجزء الثاني ثم سوف هنا أيوة ويرجع يتجمع عندي التيار بهذه الحالة هل يوجد كم مسرة للتيار؟ كم مسرة؟ أيوة بارك الله فيكم أكثر من مسرة للتيار الكهربائي إذن هنا الدائرة تعرف بأنها دائرة ممتاز التوازي في الدائرة الكهربائية وليس الدائرة التوالي التوالي قلنا كم مسرة للتيار؟ أحسنتم مسرة واحد للتيار الكهربائي إذن نوصل مكونات الدائرة بصورة أيوة متوازية طبعا يوجد فيها ماذا؟ النقاط المشتركة لها قيمة المقاومة المكافئة كيف نتذكر مع بعض؟ إذا كان عندي مقاومات مربوطة على التوازي أيوة نقول واحد على آر ليس الجمع لأنها توازي واحد على آر واحد طبعا آر تي اللي هي الكلية زائد بارك الله فيكم واحد على آر اثنين طيب هنا في قانون ثاني يقدر أختصر لما وحد المقامات بيطلع لي آر واحد آر اثنين وفوق آر واحد زائد آر اثنين طيب بقلب آر تي إذن شو بتساوي؟ بارك الله فيكم بيطلع لي فوق الضرب آر واحد آر اثنين على أحسنتم آر واحد زائد آر اثنين إذن هنا عندي رياضيا يوجد طريقتين للحل اللي هو في التوازي إما أني أقول واحد على آر واحد زائد واحد على آر اثنين ثم أقوم بقلب النتيجة أو مباشرة في البسط أسهل أضرب المقاومتين وفي المقام أجمع هذه اللي هي المقاومة إذن قيمة المقامة المكافئة واحد على آر تي يساوي واحد على آر واحد زائد واحد على آر اثنين قيمة التيار آي ماذا يساوي بارك الله فيكم أخذنا التيار أيوة فرق الجهد في على المقاومة الكلية لآر تي راح نفرق مثل ما قلنا بين العقدة والحلقة في الدائرة الكهربائية في عندي نقاط تتصل بين كل موصل وموصل مثلا هذه الجزء أيوة فيها مثلا موصلين أو أكثر إذن هذه نسميها ماذا أيوة وتسمى العقدة في الدائرة الكهربائية إذا هي نقطة في الدائرة التقى فيها كموصل أيوة موصلين أو أكثر طبعا إذا التقى فيها تسمي هذه النقطة ماذا أيوة العقدة في الدائرة الكهربائية طيب عندما أنا أبدأ النقطة في الدائرة مثلا بدأنا من هذه النقطة في الدائرة الكهربائية ثم عدنا تتبعنا مسار التيار الكهربائي وعدنا إلى نفس هذه النقطة فأنا أقول هنا أكملت ماذا؟ أي وحلقة في الدائرة الكهربائية إذن الحلقة هي جزء من الدائرة يبدأ من نقطة معينة نأخذ نقطة أخرى مثلا من هذه النقطة بدأنا من هذه النقطة ثم تتبعناها تتبعنا مسار التيار الكهربائي وانتهينا عند نفس النقطة الكهربائية فهنا أنا قاعد وكوننا ماذا؟ وصلنا إلى هنا إذن هنا إيش؟ وهي عبارة عن ماذا؟ الحلقة في الدائرة الكهربائية إذن إذا بدأنا من هذه النقطة تعتبر وانتهينا على نفس هذه النقطة متتبعين مسار التيار فإننا نكون ماذا يسمى هذا الجزء من الدائرة الكهربائية؟ الحلقة في الدائرة الكهربائية أما إذا كان عندي نقطة في الدائرة التقى فيها موصلين على الأقل نكون حصلنا على ماذا؟ بارك الله فيكم على العقدة في الدائرة الكهربائية التوصيل على التوازي سنطبق قانون لحساب المقام والمكافئة في التوصيل على التوازي عندنا هنا دائرة كهربائية جهدها كم؟ أيوة 9 فولت ثم تفرع التيار إذا مباشرة التيار هنا أيوة دائرة التوازي بارك الله فيكم هذا الجزء الأول للتيار والجزء الثاني سوف يتفرع باتجاه المسار الثاني إذا تفرع التيار IT إلى I2 و I1 إذا هنا دائرة أحسنتم دائرة توازي إذن كيف نحسب المقامة المكافئة؟ أول خطوة نحدد نوع الدائرة فإذا كان التوازي نطبق القانون الخاص فيه وإذا كان توالي نطبق القانون الخاص فيه هنا مثل ما عرفنا أنها أيوة من خلال تتبع التيار عرفنا أنها دائرة أحسنتم توازي طيب ما هو القانون؟ بارك الله فيكم نأخذ القانون مثلا اللي هو الثاني RT يساوي أيوة نضرب عندك R نجيب المقامة المكافئة R1 و R2 إذن في البسط ممتاز أضربهم 3 كيلو أوم في 6 كيلو أوم في المقام نقوم بعملية الجمع 3 زائد 6 إذن 18 اللي هو 3 في 6 18 و 3 زائد 6 9 إذن 18 على 9 طرع ليكم؟ بارك الله فيكم 2 الوحدة كيلو أوم إذن هنا حسبنا ماذا؟ المقاومة لهذه المقاومة المكافئة لهذه الدائرة الكهربائية طيب إذا أراد حساب التيار المار عبر المقاومة الأولى اللي هي R1 كيف نحسب التيار؟ إذن هنا أي تيار؟ أحسنتم راح يحسب لي التيار I1 كيف نوجد I1؟ بارك الله فيكم نقوم بعملية ضربوا لقسمة أحسنتم نقسم إذن I1 يساوي أيها الجهد على المقاومة اللي هي R1 طبعا الجهد موجود عندي اللي هو كم؟ 9 إذن 9 على ماذا؟ على 3 إذن حساب التيار المار عبر المقاومة الأولى أيها I1 يساوي V1 على R1 9 على كم؟ 3 كيلو أوم نحول الكيلو إلى بارك الله فيكم يجب أن نحولها اللي كي تناسب مع مين؟ مع الفولت إذن ضربنا في 10 أوس 3 يطلع لي الجواب 3 في 10 أوس 3 سالب 3 الوحدة 3 في 10 أوس 3 بيمنى التيار؟ أحسنتم أمبير إذن ردنا تحويله إلى ميلي أمبير إذن راح يكون 3 ميلي أمبير أو 3 في 10 أوس سالب 3 أمبير طيب هذه المقاومة الأولى المقاومة الثانية بارك الله فيكم بنفس الطريقة إذن عندنا نحسب مين؟ أحسنتم I2 كيف نحسب I2؟ بارك الله فيكم نقسم الجهد اللي هو V2 على المقاومة الموجودة اللي هي كم؟ 6 كيلو أوم الـ 6 كيلو شو نسوي فيها؟ أيها نحولها إذن نقول إيش؟ 6 في 10 أوس 3 إذن I2 قسمنا V2 على R2 لـ 9 على 6 كيلو أوم إذن 9 على إيش؟ 6 في 10 أوس 3 طلعني الجواب كم؟ 1.5 في 10 أوس سالب 3 الوحدة أحسنتم أمبير إذن ردت التحويل إلى ميلي أمبير إذن 10 أوس سالب 3 بالبادئات ميلي إذن 1.5 ميلي أمبير نحسب التيار الكلي للدائرة كيف أحسب التيار الكلي للدائرة؟ عندي طريقتين نتذكر مع بعض أحسب مين؟ التيار كلي ما مقصود فيه أحسنتم إي تي إي تي هنا عبارة عن أيوة إي واحد مع مين؟ مع إي اثنين إذن هنا تجزى ثم رجع أيوة تكون آي تي مرة أخرى اللي هو يساوي آي واحد زائد آي اثنين كم آي واحد طلعناها؟ بارك الله فيكم ثلاثة ميلي أمبير والآي اثنين واحد ونصف ميلي أمبير إذن نقوم بعملية الجمع فينتج الجواب أيوة أربع ونصف ميلي أمبير فيه طريقة ثانية لحساب التيار الكهربائي من نفس القانون آي يساوي في على آر إحنا عندنا الجهد كم يساوي هنا؟ أيوة تسعة طيب المقاومة آخذ المقاومة المكافئة للي هي إيش؟ أخذناها حسبناها الثلاثة كيلو أوم وستة كيلو أوم كم حسبناها؟ لما ضربنا ثلاثة في ستة وقسمنا ثلاثة زائد ستة طلعنا قيمة المقاومة المكافئة للآر واحد وآر اثنين إذا خذنا هذه المقاومة المكافئة نقوم بماذا لإيجاد التيار؟ أي ونقسم الجهد على هذه المقاومة المكافئة فنحصل على التيار بطريقة أخرى إذن تسعة فولت أيوة على ثنين كيلو أوم وضعنا الكيلو بارك الله فيكم عشرة أس ثلاثة يطلع لي الجواب كم؟ أيوة أربعة ونص في عشر رسالب ثلاثة إذن أربعة ونص ملي أمبير إذن هنا حسبنا التيار الكهربائي إما بطريقة أني جمعت التيار متجزئ اللي وجدناه في الخطوتين السابقتين أو استخدمت قانون اللي نسميه قانون أوم V على RT حيث الجهد هنا جهد المصدر جهد الدائرة وRT المقاومة الكلية والمقاومة المكافئة نتعرف على قانون أوم ما هو قانون أوم؟ إذا دخلنا المعمل الافتراضي نجد هناك تجربة خاصة بحساب الجهد وهي تجربة قانون أوم هنا أوم نلاحظ الدائرة التي حقق فيها أوم عندي أخذ مصدر جهد كهربائي مثلا لو كان عندي هنا طبعا مصدر جهد متغير ربطناه ب أيوة اللي هو الأمبير الأميتر يقيس للتيار كهربائي طبعا هنا مايكرو أمبير إذن يقيس بوحدة صغيرة جدا إذا ربطناه على التوالي مع من؟ مع الأميتر حيث طبعا نعرفين أن طريقة ربط الأميتر أحسنتم على التوالي ثم ربطناه بمقاومة هنا مقدارها 10 كيلو أوم على التوالي ربطناهم مع بعض ثم قمنا بربط جزئيات المقاومة عشان أحسب فرق الجهد بين طرفيها بماذا؟ بجهاز يقيس فرق الجهد بارك الله فيكم الفلتاميتر على التوازي الخطوة الثانية راح نغير من جهد المصدر ونشوف إيش ما هو التغيير على قيمة أي والقراءة اللي يقيسها الأميتر ما هي التيار إذن قراءة التيار في كل خطوة وقراءة من الفلتاميتر يقيس ماذا؟ أي وقراءة بارك الله فيكم فرق الجهد رسموا العلاقة بينهم وجدنا أنها أي وخط ممتاز هنا عندي هذا الخط يمثل علاقة لما نشوف الشكل منحنة إذن العلاقة بين التيار وفرق الجهد الكهربائي بارك الله فيكم علاقة طردية من هنا استنتج العالم أوم قانونه سمي هذا القانون بقانون أوم إذن يتناسب فرق الجهد بين الطرفين موصل تناسب أحسنتم طرديا مع شدة التيار المار فيه الصيغة الرياضية قلنا I ماذا تساوي؟ I و V على R وش مقصود في ال V؟ الجهد الكهربائي و R أحسنتم اللي هو مقاومة الكهربائية طيب منطبق على قانون أوم هنا عندي دائرة كهربائية سوف نطبق عليها مين؟ قانون أوم نلاحظ أن الدائرة هنا تحتوي على أكثر من توصيل وصلت الجهد الكهربائي بمقاومة R1 ومقاومة R2 ثم وصلت R2 بمقاومة R5 و R4 و R3 إذن نلاحظ هنا عندي ماذا؟ طريقة توصيل مختلفة توالي وتوازي سنطبق فيها مين؟ أي وقانون أوم لحساب المقاومة المكافئة نجي كيف نحسب المقاومة المكافئة؟ أي دائرة كهربائية نجد فيها تنوع كبير لربط المقاومات؟ نبدأ في المباشرة بالمقاومات التي هي مثلاً لو بدأنا بالمقاومة 3 و 4 و 5 لكي أنا أستخدم القانون المناسب الصحيح يجب أن أعرف كيف ربطت المقاومة 3 مع المقاومة 4 مع المقاومة 5 هل يوجد تفرع في التيار عند مروره؟ يلا نتتبع مرور التيار الكهربائي هذا تجاه التيار الاصطلاحي هنا تجزأ إذن هنا عندي التيار سوف يتجزأ إلى مثلاً I1 و I2 هنا I2 طيب نكمل ال I2 إذن اللي مر في مقاومة R3 هو مين؟ I2 كم المساره مر في مين؟ في R4 ثم مر أيضاً في R مين؟ أي و R5 إذن I2 سوف يمر في مين؟ في الأربعة أوم والثمانية أوم اللي هي R4 و في R5 ولن يتفرع فيها إذن هي متصلة على بارك الله فيكم على التوالي بما أنها متصلة على التوالي ما هو القانون الذي راح استخدمه؟ أحسنتم أقوم بعملية الجمع إذن إذا أردنا الخطوة الأولى إيجاد المقاومة المكافئة R3 و R4 و R5 عندما عرفنا أنها متصلة على كيف؟ أحسنتم على التوالي إذن نقوم بعملية ماذا القانون؟ بارك الله فيكم نقوم بعملية الجمع إذن هنا كيف نوجد مقاومة R3 و R4 و R5 أحسنتم متصلة على التوالي إذن نقوم بعملية جمعها إذن 4 زائد 8 زائد 6 أوم يطلع لي الجواب أحسنتم 18 أوم الخطوة الثانية نوجد المقاومة المكافئة الإجمالية R2 و R3 4 5 إذن إحنا طلعنا المقاومة الخطوة السابقة أيوة جمعنا لنا ثلاث مقاومات R3 و R4 و R5 و نتج عنها مقاومة من؟ أيوة 18 أوم الذي مرفيه التيار I2 هذه اللي هي مرفيه التيار I2 ترتبط مع مين؟ مع المقاومة R2 و مرفيه التيار أيوة حسنتم I و I1 إذن نتذكر مع بعض هنا IT التيار الكلي مقسمة إلى I1 و I2 وبما أن التيار هنا مختلف في المقاومتين R2 و R1 اللي هي 3 و 4 و 5 هاتين مقاومتين قيمتهما كل واحدة منهم 18 أوم كيف أطبق القانون لحساب المقاومة المكافئة؟ ربطهم هنا أيوة التيار مختلف إذن ربطهم ماضح أنهم متوازي إذن هنا عندنا نطبق قانون التوازي بارك الله فيكم كيف نطبق قانون التوازي؟ نذكر مع بعض في البسط أيوة نغضرب المقاومتين 18 ضرب 18 في المقام بارك الله فيكم نجمع 18 زائد 18 إذن عندنا رح يعطينا الجواب 18 ضرب 18 على 18 زائد 18 9 أوم عندما نريد حساب في هذه الدائرة كهربائية فرق الجهد عبر طرفين المقاومة R2 طلعنا عندنا أيوة سوف نحسب V معطيني التيار المار في هذه المقاومة أيوة عندنا هنا التيار المار فيها كم؟ 1 أمبير يقالوا لك حيث وأن I2 أيوة نتذكر مع بعض هنا نقسم التيار IT منقسم إلى I1 و I2 كم I2؟ معطينيها بالمسألة 1 أمبير إذن عطانا هنا I2 1 أمبير وعندي ال-R كم؟ 18 أوم وماذا يريد؟ حساب بارك الله فيكم فرق الجهد كيف نحسب فرق الجهد؟ الكهربائي قلنا المقاومة القانون I يساوي V على R نضرب ببسطين في طرفين إذن V ماذا تساوي؟ بارك الله فيكم I التيار في R أريد إيش؟ فرق الجهد عبر R2 إذن كم التيار المر فيه؟ بارك الله فيكم 1 أضربها في كم؟ في 18 الوحدة الفرق الجهد أحسنتم فولت إذن I2 في R2 يعطيني 1 في 18 18 فولت طيب اللي بعدها يريد ماذا؟ مقدار التيار I3 و4 و5 اللي هو تيار أيوة المار في المقاومة أي مقاومة؟ أيوة R 3 و4 و5 هنا التيار كل IT من قسمة إلى قسمين تيار I اللي مار فيه مين؟ 3 و4 و5 من نفس الطريقة نحسبه كيف نحسب التيار؟ مثل ما حسبنا قبل أيوة دائما نقسم V على R طيب فرق الجهد الكهربائي نلاحظ أن R2 مرتبطة مع R3 و4 و5 كيف؟ أيوة على التوازي بارك الله فيكم بما أن على التوازي إذن فرق الجهد متساوي أحسنتم إذن رح يكون 18 على كم هنا؟ أيوة 18 بيعطيني 1 أمبير مقدار التيار الكلي للدائرة الموضحة في الشكل طلعنا قبل شوي هذا 1 أمبير التيار المار في R2 في التفرع الموجود فيه R2 والتيار اللي هو مار في مين؟ I 3 و4 5 اللي مار في R3 و4 5 كم تساوي؟ بارك الله فيكم أيضاً 1 كم التيار الكلي؟ هنا تفرع ثم سوف يجتمع مرة أخرى إذن IT رح تساوي بارك الله فيكم حاصل جمع اللي هو تيارين إذن 1 أمبير زايد 1 أمبير رح يطيني 2 أمبير طيب فرق الجهد إذن هنا مطلوب عندي فرق الجهد عبر المصدر V كيف نوجد V؟ أيوة ممتاز ونقوم بعملية الضرب نضرب التيار الكلي طبعاً أنا أوجدها في المقاومة الكلية IT في RT طيب أنا عندي مقاومة واحدة ولا مقاومتين؟ بارك الله فيكم مقاومتين مربوطة على شون نحسبها؟ أيوة نشوف إنها مربوطة على التوالي التيار لم يتفرع إذن نقوم بعملية أحسنتم الجمع 9 زايد 11 20 ممتاز إذن مقاومة الكلية 20 نضربها في التيار اللي وجدناه 2 يطلع لي مقدار فرق الجهد كم يساوي؟ بارك الله فيكم 40 فولت إذن هنا خلصنا الجزئية رح نأخذ تطبيق الحلقة في الدائرة الكهربائية نقطة في الدائرة يلتقي بها موصلين على الأقل بارك الله فيكم هذه اللي هي تعريف من؟ العقدة إذن عبارة خاطئة أيضاً المهمة الأدائية بإذن الله سوف نحل سؤال سبعة من تمارين الكتاب وهو التطبيق على قانون أوم هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم اللي هو توصيل الدائرة الكهربائية أخذنا التوصيل على توازي وأخذنا الفرق بين العقدة والحلقة في الدوار الكهربائية وأخذنا مثال على استخدام قانون أوم بإذن الله تكونوا قد استفدتم من درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته